في تصريح مثير للجدل كان تداولته وسائل الإعلام على لسان السيدة الهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية عندما التقت بالسيدة أناليا بيروبك وزيرة الخارجية الألمانية وأشيع على لسانها أن منطقة الشمال السوري الخاصة بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية أنها على استعداد لاستقبال اللاجئين السوريين طبعا كما أشيع أيضا أن السوريين المدانين في أوروبا أو المرحلين أو الغير مرغوب بهم يعني قرأها الكثير على أنها تحاول هذه الكتلة السياسية المحسوبة على المعارضة السورية بشكل أو بآخر يعني قطع الطريق على اللاجئين سوريين يحاولون أن يهربوا من المأساة السورية شيخ رياض ما تعليقك بداية مساء الخير دحياتي إلى كل كافة المشاهدين مشكلة اللاجئين مشكلة كبيرة يعني نحن منذ بداية الأزمة السورية ونحن نعاني من اللجوء ونحن طرف من هؤلاء اللاجئين في هذه البلاد أعتقد أن البلاد التي احتوت اللاجئين حمتهم من كثير من الآثار التي عانوا منها سواء كان في حديث الهجرة أو في أوقات استحملهم للمأساة السورية في الداخل وما يمكن أن يصيبهم ويصيب أولادهم الناس الذين رجأوا هم يبحثون على الأمان ولا أعتقد أن أحدا يؤمن بهذا الحق الإنساني يفكر بأن يفقد أحد من هؤلاء الأمان في حديث السيدة الهام أحمد مع وزيرة الخارجية هي تحدثت في موضوع أن هناك أشخاص يرغبون بالعودة طوعيا فإذا كان هناك من يرغب بالعودة طوعيا فنحن نستطيع استقبالهم في مناطق شمال وشاق سوريا هناك أشخاص آخرين لم يأخذوا الإقامة وتفكر ألمانيا خاصة وبعض الدول بإعادتهم إلى سوريا وهناك سوف يعانون من مآسي عديدة تتحمل مسؤوليتها الدول التي سترحل هؤلاء وبالتالي حلا للإشكال أيضا يمكن لمناطق شمال وشارك سوريا أن تستقبل هؤلاء في وحدات سكنية صغيرة وإذا تطلب الأمر عودة طواعية لعدد كبير من السوريين فيمكن بالتعاون وإقامة البنى التحتية أن نستقبل وحدات كبيرة جدا هذا هو المضمون ما تطرق له الإعلام وقد جرى حديث بعد لقاء وزيرها الخارجية بين إلهام وأحدى الصحف وبعدها بدأت هذه التسريبات أن مناطق شمال وشارك سوريا تريد استقبال المجرمين الذين ارتكبوا الحقيقة صدر تصريح من الإدارة الذاتية أنا أمامي جزء من هذا التصريح إن تصريحات إلهام أحمد أخرجت من سياقها الصحيح من نسب الاستعداد إلى استقبال السوريين المدانين بارتكاب جرائم أو المشتبه بهم دون قيود أو شرط هذا رد الإدارة الذاتية على تلك الإشاعات وبالتالي هذا الأمر مردود من أصله لا إلهام قالته ولا أحد آخر يعني يمكن أن يتبنى وأنا في بروكسل مع عقد مؤتمر المسار أول ما شفت إلهام سألتها هذا السؤال شو هذا التصريح الذي نسب إليك؟ قالت كلام فاضي والناس حبتك هذا جوابه مباشرة وبعدين سألت عن تفاصيل فقالت أنا ما أقول يعني أتبنى أنا أعرف أنه هي ما أتبنى هذا الكلام ولا تقوله لكن يبدو أن هناك من يريد دائما أن يتلاعب بمشاعر الناس أو لديه خصومة مع المنطقة ومع المشروع وبالتالي يبث هذه الإشاعات يعني بس برأيك يعني شيخ رياضي يعني أكيد إلا أحد المشاهد المستمع المراقب بسأل يعني أكيد بتبادل عليه سؤال لماذا تم طرح الموضوع أصلا يعني باعتبار أن سوريا لا يوجد بها حل سياسي حتى الآن مع اختلاف القوى المسيطرة على القرار السياسي السوري يعني لماذا يطرح هذا الموضوع واللاجئ السوري مهما كان إسنيته أو قوميته أو اعتقاده أقول لك أنا بدي إيجي على أوروبا أحاول بأي طريقة أبدأ حياة جديدة بعيدا عن هذه الفوضى طرح الموضوع من أساسه علي أساس تنم حسب اطلاعك صراحة أولا هذا اللقاء مع وزيرة الخارجية ووزيرة الخارجية لديها هموم وبالتأكيد كانت تتحدث عن بعض المعاناة من بعض المهاجرين الذين يعني هل هو طرح ألماني بفهمناك؟ هذا نقاش في موضوع يخص ألمانيا وإلهام أحمد تعتبر وزيرة خارجية لإدارة ذاتية بالتالي هذا اللقاء يمكن أن يخص مثل هذا الموضوع وجرى فيه نقاش ثم بعد هذا اللقاء جرى لقاء مع الصحيفة التي سألت ماذا عن اللاجئين هي أكدت أن المنطقة آمنة في شمال شرق سوريا ويمكن لمن يرغب العودة أن يعود طواعية هذا الكلام كثير من السوريين أصلا الآن في لديهم هاجس العودة لكن إلى أين يعودون؟ لا يستطيع أن يعود إلى مناطق النظام ولا المناطق الأخرى غير الآمنة الموجودة في شمال غرب هناك منطقة وحيدة آمنة ومن حق أبناء المنطقة والذين يديرون شؤونها كمشروع إدارة ذاتية أن يبينوا الناس أن هذه المنطقة آمنة تستطيع أن تستقبل السوريين وهذا حدث سياسي كبير حتى نقول أن في سوريا منطقة آمنة يمكن أن نبدأ من خلالها مشروع عودة سوريا الآمنة أيضا ونكون جزء من الحل السياسي هذا الكلام أصلا نحن نفكر به منذ بداية تأسيس مشروع الإدارة ذاتي